اهلا بكم متابعي قناة فروم الروكو في نشرة اخبارية جديدة وهذا ابرز عنوانها تفاصيل مقتل امام مسجد باقليم توشطات والان الى التفاصيل لكن قبل البدء لا تنصود اشترك في القناة واعجب بالفيديو قررت النيابة العامة بمحكمة الاسئلة في مكناس مؤتبعت ثلاث افراد من اسرة واحدة بعين توشطات باقليم الحاجب بحالة اعتقال احتياطي وذلك على خلفية جريمة قتل راح ضحيتها امام مسجد في المنطقة ووفق مصدر محلي فان الامر يتعلق بشاب ووالدته وخالته حيث تطور عراق كان قد شب بين اطفال اسرتين في دوار الكرم الى نزاع تدخل كبار الاسرتين لحسمه ما اصفر عن مقتل الامام واوضح المصدر ذاته ان المنتهى موجه ضربات على مستوار اس الامام ما استدعى نقله على وجه السرعة الى قسم المستعجلات في وضعية جد متدهورة واضاف لكنه توفي بعد اربع ايام عن انقله الى المستشفى الاقليمي محمد الخامس بمكناس وعند التحرية الاولية يرضف المصدر فان الشاب المتهم يعترف بارتكابه الجريمة على اساس انه كان يدافع عن والدته وخالته كنتم مع نشراتين اخبارية الى اللقاء